موسيقى موسيقى صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائي عينما كنتم ونرحبكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول ما الذي يدفع البعض لتبرير أخطاء الآخرين بحقهم خليكم يا أنا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء موسيقى نبدأ بعض الأخطاء اللي يصير عند كل طبعا هي الأخطاء الصير يدفعنا للآخرين الدفاع عنهم مثلا أولا تجنب المشاكل ممكن مثلا ما أنا أسوي مشكلة صغيرة وأنهيها بالتسامح أو بالتبرير للخطاء راح تكبر لهذه المشكلة فيدفع الآخرين تبرير هاي الأخطاء حتى تجنب المشاكل ثانيا التسامح اللي وصى بيه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسامح يكون كريم دائما فالتسامح أهم صفة الشغلة الثانية اللي هي نوع الشخص اللي عندي مشكلوية أو وقع خطوية سواء كان مرأة أو رجل فالمرأة دائما يكون نسامح ونفسح عنهم ويكون التسامح أهم صفة هي موسيقى إن الذي يدفع البعض لتبرير أخطاء الآخرين بحقهم أو بحق غيرهم أولا مخافة الله سبحانه وتعالى في الناس يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه إن للناس عيوبا فلا تكشف ما غاب عنك فإن الله سبحانه وتعالى يحكم عليها فمخافة الله سبحانه وتعالى في الناس تدفع البعض لتبرير أخطائهم والصف عنهم موسيقى صراحة هذا السؤال يعني كلش مهم لأن احنا وخصوصا احنا الشباب اللي مقبلين على حياة عملية جديدة واستونا طالعين من بيئة أكاديمية بحتة أن هذا الموضوع أكو عوامل هواية تأثر عليه وتختلف من مكان المكان والمنطقة المنطقة يعني أضرب لك على سبيل المثال أنه بيئة العمل الجديدة أنت جاي متعبئ بسياسات أكاديمية بحتة سياسات علمية بحتة فأنت متحصن برصيد علمي فالعرف الاجتماعي السائد الموجود في هذا مكان العمل أو المنطقة المعينة اللي أنت مقبل عليها أكيد أدها سياسات خاصة وهذه السياسات ممكن أنه تكون خاطئ ولكن للأسف اللي يصير وليتعانون من الشباب أنه الأصحاب المسؤولية للأسف أنه هم مواعين لمسؤوليتهم ومواعين للسياسات اللي موجودة اللي هي على خطأ فبالتالي الشباب من يقدمون ويحاولون يصححون هذا الخطأ وهذا مسار الخطأ راح يتعرضون لهواية انتقادات وهواية مضايقات بالعمل وخصوصا هذا الشاب يمقبل على حياة جديدة ويحاول يكون نفسه ويشوف نفسه بموقف أنه يضطر يبرر عن تصرفاته اللي هي أساسا صحة في سبيل أنه يحافظ على ديمومة رزقه ويحافظ على ديمومة عمله وهذا ترى ضغط كل اشتبير على الشباب باعتبار أنه أكو واعز أخلاقي واجتماعي لأنه متحصن برصيد علمي برصيد أكاديمي يدفع أنه يفعل كل ما هو صحيح طبعا هذا الموضوع نعيش بشكل يومي ويمس حياتنا الاجتماعية بشكل عام وبشكل خاص أما من ناحية الشكل العام فبعلاقاتنا بالناس إذا شخص نحبه هواي فما نشوف بأخطاء أصلا وإذا بررنا لهذا الموضوع فنحبه هواي فنشوف شخص إيجابي جدا ما نشوف بأي سلبيات أما من ناحية الشكل الخاص مثلا علاقتنا الأسرية إذا نريد أن نربي جيل جديد هذا ما يصير نبرر لأخطاء هذا سيصير خطأ لأنه إذا بررنا الأخطاء هذا سينحرف ولو بشي بسيط لأننا نريد أن نشجيل قليل الأخطاء واعي ومثقف وقليل الأخطاء إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الستوديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر